يبدو أنه لم يكفي سعي نيكي هيلي المرشحة الرئاسية الجمهورية بالتركيز على ما سمته الفوضى والتي تقول إنها تنبع من منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب لم يتوقف هجوم هيلي على ترامب لحظة واحدة قبل مواجهة ولاية ساوث كارولينا لحسم من هو المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية منذ أسبوع ويتصدر اسم ولاية ساوث كارولينا عنوين الأخبار في وسائل الإعلام الأمريكية الولاية التي كانت متضاربة ومتابينة فيها استطلاعات الرأي حول اتجاهات المصوطين بالولاية حول مرشحهم الرئاسي المقبل خاصة أن الولاية هي مسقط رأس المرشحة الجمهورية نيكي هيلي والتي تخوض معركة شارسة مع منافسها دولاند ترامب لنيلي ترشيح الحزب ولكن واصل ترامب مسيرته المهيمنة نحو نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل وذلك بعد أن اكتسح جميع منافسات ترشيح الحزب الجمهوري للعام 2024 حتى الآن حيث حصد ترامب في فوزه الجديد على نيكي هيلي 61.1% من الأصوات بينما حصدت هيلي 39.2% من الأصوات وهو ما يعني السقوط في أهم ولاية لديها ومسقط رأسها والتي كانت تأمل فيه بهزيمة ترامب ولكن ليست الأمنيات كل شيء لكن وبالأرقام كيف استطاع ترامب الفوز على نيكي هيلي؟ ومن صوت له بالتحديد داخل هذه النسبة المعلنة؟ حصل ترامب بأغلبية صاحقة على دعم الرجال بنحو 68% أما النساء فكانت بنسبة 62% ومن أصوات الناخبين الذين تقلوا أعمارهم عن 45 عاما حصل على 64% أما الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما فقد صوتوا له بنسبة 65% كما حصد أصوات الناخبين الحاصلين على شهادات جامعية بنسبة 51% ومن أصوات غير الحاصلين على شهادة جامعية حصل كما نتابع مع حضراتكم على 75% من الأصوات ما يعني اكتثاحه التصويت في أغلب الفئات وفي أول تصريحات يدلي بها عقب فوزه أمام جمع من أنصاره وفي إشارة إلى أنه لم يعد يرى في نيك هيلي تهديداً له توجه ترامب من كولومبيا عاصمة كارولاين الجنوبية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلاً أنت مطرود وسط الهتفات والتصفيق أم هيلي بعد الهزيمة فقالت لمؤيديها خلال تجامع في تشارلستون إنها لن تتخلى عن هذه المعركة متعهدة بعدم استسلامها واستمرارها في الترشح أمام ترامب وأنه لا يوجد إجماع أمريكي عليه وأن الثلاثاء الكبير والذي يضم منافسات خمس عشرة ولاية سيكون حاسماً لصالحها بحسب قولها ولكن هنا يجب أن نذكر أن ترامب هيمن على جميع المنافسات الخمس التي جرت حتى الآن في ولايات آيوة ونيوهامشير ونيفادا وفي جزر العذراء الأمريكية والآن في كارولاين الجنوبية وهو ما لا يترك لنيك هيلي أي فرصة تقريباً للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري فكيف تستطيع هيلي مواجهة ترامب في الثلاثاء الكبير وهل يسعف هالوقت من أجل وضع خطط المواجهة؟